مرحباً عندما يطرح أحد متابعي القناة السؤال نباتاتي دائماً تذبل وتمود فما السبب؟ ونسأله هل تسمد نباتاتك؟ فيجيب لا أسمدها إذن كيف تسمى النبتة بدون سماد؟ إذا كان الإنسان يستطيع العيش بدون غذاء فالنبات أيضاً يمكنه العيش بدون سماد الأمبكا اختصار لثلاثة أهم عناصر قبرى يحتاجها النبات وهي النتروجين، الفوسفور، القوتاسيوم هدفنا من حلقة اليوم أن تصبح بنفسك قادراً على تمييز أعراض نقص أي عنصر من هذه العناصر الثلاثة القبرى المهمة فقط من خلال لون وشكل ورقة النبات والأجمل أننا سنعطيكم حلول عضوية وليست كيماوية فقط من البطبخ لتعالج أي نقص؟ لتعالج نقص كل عنصر من هذه العناصر ورقة وقلم ولنبدأ على بركة الله نبدأ بالنيتروجين إذا لاحظت أن الورقة القديمة أصبحت باللون الأصفر أما الأوراق الجديدة الغضة تكون بالأخضر الفاتح أي أن الإصفرار يبدأ من الأوراق الكبيرة ثم ينتقل للأوراق الغضة الصغيرة في قمة النبات بسبب أن النيتروجين عنصر سريع الحركة لتعويض نقص النيتروجين نستعمل سماد القهوة الغني بالنيتروجين طريقة استعماله سأتركها لكم في رابط أسفل هذا الفيديو العنصر الثاني هو الفوسفور من علامات نقص الفوسفور أن لون الورقة يصبح أكثر إخضرارا من الطبيعي تبقى الورقة صغيرة وتظهر النموات الحديثة بتبقعات حمراء أرجوانية عروق الأوراق السفلاء تصبح حمراء وأرجوانية بعدها تبدأ في السقوط كل هذا أصدقائي من علامات نقص الفوسفور إذا أردت علاج هذا النقص عضويا فعليك براؤث الحيوانات مثل أرانب والدجاج وغيرها أيضا طريقة الاستعمال سأتركها لكم في رابط أسفل هذا الفيديو ننتقل الآن للعنصر الثالث وهو البوتاسيوم إذا لاحظت أن حواف الأوراق أصبحت باللون الأصفر هذا اللون بدأ ينتقل لداخل الورقة بعدها يتحول اللون الأصفر لللون الأصمر أو البني على شكل حروق أيضا نلاحظ التفاف الورقة مع بقاء حجمها صغيرة كل هذا متابعينا الكرام من علامات نقص الفوتاسيوم والذي يمكننا علاجه عضويا باستعمال قشور الموز حلقة قصيرة لكنها أصدقائي جد مفيدة بحول الله في الحلقة القادمة سوف نتحدث عن أعراض نقص العناصر الصغرى في النبات وكيف نتعرف عليها من خلال شكل الورقة فإذا كنتم تحب أن ننزل هذه الحلقة فالمرجو التعليق بنعم وتأكدوا أننا سنكون رهنة إشارتكم كان معكم أخوكم توفيق إلى اللقاء